موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلميذات أعزائي التلاميذ تفعيلة للمرحلة الرابعة من الاستمرارية البداغوشية في إطار تحضير الامتحانات الوطنية دورة يوليوز 2020 أقترح عليكم أعزائي التلميذات أعزائي التلاميذ محور الثاني من المجزوءة الأولى من إحياء النموذج إلى سؤال الدات محور الثاني مرتبط بسؤال الدات قد ارتأيت أن أقدم بين أيديكم نصا شعريا مرفقا بسؤال وفق ما هو مسطر في الإطار المرجع المحين لسنة 2014 والقصيدة التي اخترتها هي قصيدة الصباح الجديد لابي القاسم الشابي قصيدة وجهوا عنايتكم طبعا من إطار الملاحظة البصرية وأكدوا على ضرورة قراءة النص قراءة شعرية متأنية بغاية طبعا تمتل مضامينه ولكن قبل ذلك لابد من الملاحظة البصرية كذلك أرفقت النص بسؤال وهذا السؤال طبعا هو ما يطرح غالبا في الامتحانات الوطنية السؤال جاء على الصيغة التالية أكتب موضوعا إنشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص مستتمرا مكتسباتك المعرفية واللغوية والمنهجية ومسترشدا بما يلي المطلب الأول تأطير النص ضمن سياقه التقافي والأدبي المطلب الثاني تلخيص مضامين القصيدة المطلب الثالث تحديد الحقول الدلالية المهيمنة في النص والمعجم المرتبط بها وإبراز العلاقات القائمة بينها المطلب الرابع رصد الخصائص الفنية في النص الصورة الشعرية والبنية الإيقاعية ثم الأساليب المطلب الأخير مرتبط بتركيب خلاصة تستثمر نتائج التحليل وتبين مدى تمثيل النص للاتجاه الذي ينتمي إليه المطلب الأول وهو مرتبط طبعا بمنهجية تحليل نص شعري كما طبعا تناولناها داخل الفصول الدراسية منهجية كتابة إنشاء أدبي حول نص شعري في مرحلتها الأولى مرتبطة بالتأطير وهذا الإطار العام للنص شعري مرتبط بالملاحظة البصرية للنص من خلال طبعا ملاحظتنا نحن لقصيدة الصباح الجديد للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي فهي تتأثر ضمن الاتجاه الذاتي أو الاتجاه الرومانسي في الشعري العربي الحديد لذلك في التأطير يجب أن يتوقف بداية عند التعريف بالاتجاه المؤطر للقصيدة وأنتم الآن تدركون أنها قصيدة تتأثر ضمن اتجاه سؤال الدات أو الاتجاه الرومانسي في الشعر العربي الحديد ولا بد عزيزة التلميذة من أن تكون المقدمة تعرف الاتجاه الشعري أي اتجاه سؤال الدات أو الاتجاه الرومانسي الاتجاه الرومانسي ومذهب وحركة شعرية ظهرت مطلع القرن العشرين ردا طبعا على الحركة الكلاسيكية أو الحركة الإحيائية أي حركة البعد والإحياء لأنها طبعا سعت إلى أن تعيد الاعتبار إلى الدات تجاه الرومانسي حركة شعرية طبعا لم تتقبل بل كانت رافضة لتلك العودة المفرطة إلى القديم لذلك جاءت من أجل أن تعيد الاعتبار للدات بل لكذلك الوجدان وهنا أستحضر معكم حتى مع المعطيات ومعلومات مرتبطة بما قدمته ظاهرة الشعر الحديث لأحمد المعداوي المجراطي لنستعين بها في التعريف بهذه الحركة الشعرية بعد التعريف لا بد عزيزة التلميذة من أن تتوقف وأن تتوقفي عند أهم العوامل التي ساعدت على ظهور هذه الحركة الشعرية وهذا الاتجاه الشعري الذي هو سؤال الدات أو الحركة الرومانسية أكيد أن العامل الأساسي الذي ساهم في ظهور وتبلور هذه الحركة الشعرية هو عامل الانفتاح على التقافة الغربية شعراء الاتجاه الوجداني في الشعر العربي الحديث استفادوا من التجربة الرومانسية الغربية عامة والإنجليزية والفرنسية خاصة وسعوا إلى نقل هذه التجربة والاستفادة منها لإغناء التقافة العربية بالإضافة إلى عامل آخر مرتبط بالخلفية الفكرية الليبرالية الممجدة للذات لا يمكن أن نغفل ونحن نتحدث عن العوامل التي ساهمت وزاعدت على ظهور هذه الحركة الشعرية على مخلفات الحرب العالمية الأولى بعد سنة 1919 ضمار، فوضى، طبعا إنسان يقتل الإنسان وهذا ما لم يتقبله الرواد الاتجاه الرومانسي في التقافة العربية فسعوا إلى أن يتجاوزوا هذا الواقع المؤلم هذا الواقع الأسود بطبعا نظم قصائد تمجد هذه الدات وتتغنى بالتجربة الإنسانية أضف إلى ذلك تشبع شعراء ورواد هذا الاتجاه بالفلسفة خصوصا في مذهبها الوجودي من خلال طبعا هذه المعطيات الأولى المرتبطة بالتأطير العام لا بد في إطار تقديم باعتباره مرحلة أولى من مراحل كتابة موضوع إنشائي أن تنتقل إلى الإطار الخاص والإطار الخاص مرتبط بأبرز رواد هذه الحركة الشعرية أبرز الشعراء الذين حملوا على عاتقهم مهمة النهوض بهذه الحركة الشعرية وترسيخ توابتها في التقافة العربية عامة وفي الأدب بصفة خاصة الملاحظة التي نسجل هنا مرتبطة بأن رواد هذه المدرسة الشعرية كانوا منقسمين إلى ثلاثة تيارات أساسية جماعة الديوان مع عباس محمود العقاد وشكري ومحمد إبراهيم المازيني عبد القادر المازيني عفوا سنة 1921 خصوصا مع الكتاب الذي أصدره عباس محمود العقاد المعنون بالديوان الجماعة الثانية المشكلة طبعا لهذا التيار وتشكل أو اجتمع روادها ضمن جماعة ثانية هي الرابطة القلمية وهي رابطة تأسست بالمهجر بين طبعا سنة 1921 إلى حدود 1922 ونذكر من أبلازي روادها ميخايل نعيمة جبران خليل جبران إليا أبو ماضي إلى حدود طبعا سنة 1932 ستظهر الجماعة الثالثة المشكلة طبعا لهذه الحركة الشعرية أو لهذا المذهب الشعري وهو المذهب الرومانسي أو التجاه التاتي وهنا الحديث عن جماعة أبولو سنة 1932 مع مؤسسها ورائدها الشاعر أحمد زكي أبو شادي ولا يمكن أن نغفل طبعا عن شعراء آخرين كالهمشاري ولكن كذلك صاحب القصيدة التي بين أيدينا وهو أبو القسم الشابي فالشاعر التونسي الذي توفي شابا كان رائدا من رواد هذه الجماعة الشعرية الأخيرة أي جماعة أبولو بعد هذا الإطار الخاص الذي نتحدث فيه عن التيارات المتعددة والمختلفة التي تشكلت منها الحركة الرومانسية أو التجاه التاتي في الشعر العربي حديث لا بد من أن تتوفر المقدمة على سؤال إشكالي وهذا السؤال الإشكالي مرتبط بالمضمون ومرتبط بالخصائص الفنية والجمالية المميزة للنص وكذلك بما يرتبط بهذه الخصائص الفنية والجمالية وهو مدى تمثيلها لحركة الوجدانة والتجاه الوجداني قد نطرح السؤال على سبيل التمثيل ما أهم مضامين هذه القصيدة وما أبرز الخصائص الفنية والجمالية المميزة لها ثم إلى أي حد جسدت ملامح الاتجاه الوجداني إذا كان هذا الأمر هو ما يتعلق بالمرحلة الأولى من كتابة موضوع إنشاء حول نص شعر اخترناه والصباح الجديد فإن المرحلة الموالية مرتبطة بالسؤال كذلك وهي بالمطلب الثاني تنقلنا إلى العرض أي إلى تفكيك القصيدة ولا يمكن أن ننتقل إلى العرض حتى وإن لم يطلب هنا الحديث عن الجسر الذي يربط المقدمة بالعرض وهو الجسر المرتبط بالعتبات لا بد من الوقوف عند العتبات الخارجية للنص ومدى تمتيلها للاتجاه الذاتي وأكيد ولاحظتم معي ما قدمنا بداية القصيدة أنها قصيدة عمودية البناء ذات نظام الشطرين المتوازيين والمتناظرين ولكن الجديد الذي نلاحظه وتلاحظونه وتلاحظناه عزيزات التلميذات وتلاحظونه عزاء التلامين هو نظام المقاطع حيث أن القصيدة جاءت مقسمة إلى مقاطع متعددة ومختلفة وهي مقاطع كذلك تعدد فيها الروي والقافية هذه المعطيات نضيف إليها طبعا جالب متعلق بالشاعر أبو القاسم الشاب وهو شاعر طبعا ينتمي للتياردات كمسلفة الدكر لا يمكن كذلك أن نتجاوز مرحلة العتبات دون أن نقف عند عنوان قصيدة الذي اختير له الصباح الجديد هذا العنوان عتبة أساسية وهو عنوان فيه دلالة رمزية يوحي بالبدع بداية جديدة فالصباح هو بداية اليوم وفي بعده الرمزي دلالة على الاستمرارية نضيف إلى دلالة العنوان ما تعلق بما يقدمه مطلع القصيدة وغايتنا وهدفنا هو أن نحدد فرضية أو النصوغ فرضية ننطلق بها في قراءة هذا النص الشعري مطلع القصيدة كما تلاحظون قدم أسلوبا أو تقدم بأسلوب إنشائي سكوتية جراح وسكني يا شجون وهذا الأسلوب الإنشائي يكشف معاناة يكشف آلام يعانيها الشاعر ولكن في نفسي الآن فهو يتجاوزها بالسكوت والسكون سكوتية جراح كأنه يتجاوز هذه المعاناة ويتحداها فيها نوع من الشجاعة والقدرة على الاستمرارية والتمسك بالحياة من خلال هذه المعطيات نصوغ فرضية للقراءة لنطلق بها ونؤكدها فيما سيأتي من مراحل تفكيكنا لهذا النص الشعري طبعا المطلوب الأساسي في هذا الباب هو التحديد والتلخيص مضامين القصيدة القصيدة كما لاحظتم وأكد على ضرورة قراءة النص قراءة متأنية وبتركيز القصيدة الشعرية هي قصيدة الأبو القاسم الشابي منذ مطلعها يكشف كما من الحزن والكآبة والمعاناة صحيح أنها تتكشف عبر أسلوب الأمر في المطلع ولكن رغم هذه المعاناة ورغم هذه الأعراض المرض التي جعلت الشاعر يدرك دنوة أجله ولكنه لا ينهزم بل يبقى متمسكا بالحياة متمسكا ومتشبتا بالأمل ومطمئن إلى هذه الحياة بدرجة كبيرة جدا وهذا ما عرف عن أبي القاسم الشابي بالنسبة للمطلب الثاني أو الثالث عفو المرتبط بسؤال منطلق الذي انطلقنا منه هو مطلب تحديد الحقول الدلالية المهمة على نص والمعجم المرتبط بها أكيد أننا قبل أن نبدأ في هذا المطلب لابد من أن نحدد طبيعة اللغة ونحن نقرأ القصيدة نجد أن هذه اللغة هي لغة تميل إلى البساطة فيها تلقائية فيها نوع من الليون واليسر في الفهم والاستيعاب ومن تحديدنا لطبيعة اللغة ننتقل إلى الحقول الدلالية فهمنا للقصيدة واستيعابنا لمضامنها يقودنا إلى الوقوف عند حقلين دلاليين أحدهما أكيد مرتبط بالدات ويجب أن نأخذ عبارات أو أن نذهب إلى النص ونستنتج أو نستنبط عبارات دالة على الدات في هذه القصيدة أعطي مثالا سكوني يا جراح سكوتي يا جراح عفوا وسكوني وسكوتي يا شجون دفنت الألم نترت الدموع كلها عبارات دالة على الدات ثم هذه الدات مرتبطة بالمعاناة الحقل الثاني مرتبط بالطبيعة وقد توقفت طبعا عند عبارات دالة على هذا الحقل كأطل الصباح رياح العدم جمال الوجود الضياء والظلال تمر الفصول يعني عبارات دالة على حقل الطبيعة لا يمكن طبعا نتجوز الجانب متعلق بالحقول الدلالي دون أن نتوقف عند طبيعة العلاقة بين الحقلين طبعا تربط بينهما علاقة تربط وتيق فدات الشاعر في هذا النص الشعري تستلهم قوتها وإصرارها على الاستمرارية والاطمئنان إلى الحياة من مكونات الطبيعة من عناصرها فهو تفاؤل مستوحى من الصباح من الفصول التي تتداول وتتعدد فصول السنة الأربعة ويستلهمها طبعا شاعر ويستند إليها ويستبد منها قوته وإصراره على الإطمئنان والاستمرارية بل أنه يؤمن بأن الحياة أو أن الموت هو بداية جديدة لذلك نقول أن الصباح هو بداية جديدة هذا في الجانب متعلق بالعلاقة بين الحقلين لا يفتوني هنا طبعا عزيزة التلميذة وعزيز التلميذ أن أؤكد على معطى لا بد بعد كل مستوى من المستويات التحليلية من استنتاج يؤكد أو نؤكد من خلاله انتساب القصيدة للتيار الذاتي أو الاتجاه الرومانسي هذا الحضور القوي للذات والممجد لها وهذا الاستلهام لعناصر الطبيعة ومكوناتها يذكرنا طبعا بأهم ملمح من ملامح الاتجاه الذاتي أو الوجداني للشاعر العربي الحديث من الحقول المعجمية والدلالية ننتقل إلى المطلب الثالث التزاما طبعا بالسؤال وهو المرتبط برصد الخصائص الفنية في النص بدءا طبعا من الصورة الشعرية أكيد أن الشاعر الرومانسي يستلهم صوره من الطبيعة ويستوحي طبعا مكونات هذه الصورة من عناصر الطبيعة كما هي عادة الشعراء اتجاه الوجداني في الشعر العربي الحديث لا بد من أن نستحضر عنصري الأنسنة والألسنة الشاعر الوجداني عرف عنه أنه يأنسن الطبيعة أن يجعلها إنسانا يشاركه طبعا الهم والحزن والمعاناة ثم مفهوم الألسنة أن يمنح لهذه الطبيعة لسانا ليتفاعل ويتجاوب مع ذات الشاعر وهذا لا يغيب عن هذه القصيدة الشعرية أكيد خصوصا أنها قصيدة غنية بالاستعارات من بدايتها إلى نهايتها منذ مطلع القصيدة نجد سكوتي يا جراح وسكوني يا شجون سكوتي يا جراح هذه استعارة أطل الصباح ونثرت الدموع وهنا عندما أقول نثرت الدموع فكانني أشبه الدموع باللؤلؤ في طريق وتقرير الاستعارة لأنه لا بد من تقرير مختلف الاستعارات التي أقدمها كمثال في تحليل وتفكيك للنص وفق ما هو مطلوب في السؤال لذلك عندما أتوقف عند الصورة الشعرية بتقديم أمثلة ونماذج لها لا بد من تقريرها باعتبارها استعارات طبعا متعددة ومختلفة بل تكاد ويكاد يكون النص وحدة استعارية من بدايته إلى نهايته لابد كذلك من إشارة إلى وظيفة الصورة الشعرية التي تغيرت مع الشاعر الرومانسي لم تعد وظيفة الصورة مع الشاعر الرومانسي محصورة في طابع الزخر في التزيين التلميقي ولكنها أصبحت عنصرا أساسيا يساهم في إيصال رسالة الشاعر إلى المتلقي يساهم في التأثير في هذا المتلقي خصوصا وأنها صور واستعارات مرتبطة بالتجربة الذاتية التي يعيشها الشاعر كانت معاناة أو غير ذلك إذن فالصورة الشعرية مع التجاه الرومانسي بدأت تأخذ منحا مغايرا للصورة الشعرية المألوفة عند شعراء التيار الكلاسيكي أي البعث والإحياء أو إحياء النموذج من الصورة الشعرية إلى المكون الثاني في هذا المطلب وهو البنية الإيقاعية البنية الإيقاعية بعنصريها نبدأها طبعا بالإيقاع الخارجي إيقاع الخارجي الملاحظة التي نلاحظها ونحن نتجه إلى القصيدة هو غياب ظاهرة إيقاعية أساسية عرفت عند شعراء القدامة وهي ظاهرة التصريع أو حلية التصريع فهي غائبة تماما صحيح أنها ليست ملمحا دائما مميزا لاتجاه الرومانسي أو للشعراء ولكن الغياب يعطينا انطباعا بالتجديد في القصيدة أو هو ملمح الملامح التجديد في القصيدة مع رواد اتجاه الرومانسي غياب هذه الظاهرة يثير انتباهنا خصوصا وأننا ألفنا مع الشاعر إحيائي وجود هذه الظاهرة باعتبارها اتحاد نهاية الشطر الأول من البيت الشعري مع نهاية الشطر الثاني من نفس البيت فننتقل بعد ذلك إلى ما يميز هذه القصيدة وأن القصيدة صحية عمودية البناء ذات نظام الشطرين ولكنها تميزت بتعدد الروي والقافية وهذا ملمح إضافي ينضاف إلى الملمح السابق الذي يتجه بنا إلى تأكيد انتساب القصيدة إلى الاتجاه الذاتي في الشعري الحديد أما البحر الذي اعتمده أبو القاسم الشاب هنا فكما تلاحظون أن القصيدة جاءت على مشتور المتدارك فاعل فاعلان وهذا طبعا تقنية مشتورة أنه حدف جزء من البيت وهو ما يتلأمن الشاعر لا يريد أن يكترى من الكلام فهو يؤمن بالحركة بالفعل تشبته بالحياة وتشبت فيه تشبت فعلي ليس فقط قولي وهذا طبعا يمكن أن نستلهمه في إطار تأويلنا وتحليلنا لتفاصيل هذا النص في امتداد الوظيفة الإيقاعية بالنسبة للإيقاع الداخلي لا بد من أن نستحضر درسي علوم اللغة التكرار والتوازي ونلاحظ حضور لافت طبعا لظاهرة التوازي الإيقاعية وأقدم مثال هنا سكوتي جراح وسكوني يا شجون هنا توازي طبعا توازي التركيبي واضح وكذلك توازي صوتي نرى سكوتي ثم سكوني حرف النداء يا يا ثم يا جراح جراح وشجون هذا التوازي طبعا هو ظاهرة إيقاعية حاضرة في هذا النص وبين بطريقة لا يمكن أن يغفر عنها من يفكك تفاصيل القصيدة بين أيدينا لأبي القاسم الشابي ظاهرة التكرار كذلك تحضر وبقوة نمتل لها بتكرار أصوات ولا شك أن الأصوات المهيمة في هذه القصيدة وصوت النون وصوت الميم وهي أصوات من حيث طبيعتها مرتبطة بالألم مرتبطة بالمعاناة النون مرتبطة بالأنين والميم رغم أنها أصوات شفوية ولكنها مرتبطة بهذه الحمولة من الحزن والكآبة التي تميز القصيدة ولا يمكن أن نغفر عن أن الشاعر يتجاوز هذا الألم وهذه المعاناة ويلفتح ويطمئن للحياة تكرار كذلك ألفاظ داخل هذه القصيدة وقد مثلنا وهذا ليس انتقائي الألم والحياة والصباح ألفاظ تكررت في هذه القصيدة وهذا التكرير ليس اعتباطيا الألم لأن الشاعر يعاني الحياة طبعا لأن الشاعر رغم ألمي متمسك بالحياة الصباح في حمولته الرمزية من العنوان إلى باقي تفاصيل القصيدة يحضر ويتكرر بطريقة طبعا لها وظيفتها في إيصال المعنى والرسالة إلى المتلقي داخل نفس المطلب أكيد نتوقف عند الأساليب منذ مطلع القصيدة طبعا نتوقف عند الأسلوب الإنشائي خصوصا أسلوب الأمر ولكنه ليس أمرا حقيقيا وإنما أمر مجازي نفهمه أنه نوع من التحدي تحدي طبعا المعانات سكوتية جراح وسكوني طبعا يا شجون هذا أسلوب أمر ولكنه أمر مجازي يفهمه أنه نوع من التحدي نوع من الافتخار بالقدر على تجاوز المعانات وتمسكي بالحياة بالنسبة للمطلب الأخير هو مطلب خلاصة تستثمر نتائج التحليل وتبين مدى تمثيل النص لالتجاه الذي ينتمي إليه أكيد أننا في هذا الباب نتحدد عن خاتمة الموضوع الإنشائي الذي نكتبه حول نص شعري ولابد طبعا من أن نشير هنا لأن الخاتمة على درجة كبيرة من الأهمية بدا بعبارة الختم مررا إلى تكتيف نتائج التحليل بما يؤكد انتساب هذه القصيدة إلى الاتجاه الوجداني أو الاتجاه الداتي فالنص بعد عبارة الختم قصيدة شعرية عمودية البناء للشاعر التونسي أبي القاسم شابي ومن حيث مضامنها نكتف هذه المضامن لا نكتفها طبعا بإطناب ممل ولكن نكتفها بإيجاز جديد لأننا هنا نحن في خاتمة الموضوع ثم بعد تكتيف المضمون لا بد من أن نتوقف عند الحقول الدلالية والصورة الشعرية ونقول بأن هذه الحقول الدلالية وهذه الصورة الشعرية تؤكد انتساب النص لاتجاه الوجداني كيف ذلك المضمون شعري الغني طبعا بالوجود الممجد للداد فالقصيدة تجربة إنسانية عميقة أضف إلى ذلك هذا الحضور اللافت للطبيعة ومكوناتها وعناصرها تقول لها عناصر يمكن أن نستشف منها وأن نستنتج منها انتساب القصيدة للتيار الداتي حتى على مستوى البنية الإيقاعية غياب ظاهرة تصريح عندما تغيب تنقلنا نوع الماء إلى الاتجاه الوجداني وما يؤكد ذلك هو هذا التعدد في الروي والقافية هذه الجرأة على ما كان مقدسا ولقرون الجرأة على البنية الإيقاعية وعلى التعدد في الروي والقافية ذلك نستنبط هذه المعطيات من خلال إعادة تكتيفنا لمكونات وعناصر التحليل أشير هنا إلى معطى هام جدا وهو أنه الرغم أنه لم يطلبه هو أنه نطالب في بعض الأحيان بالمناقشة مناقشة التيار الداتي يجب أن نستحضر فيها طبعا إما المقرؤ إذا كان لنا مقرؤ خارجي من أن التجاه الداتي هو تجاه طبعا تميزة بالانطوائية بالعزلة أو قد نستحضر ما يقدمه أحمد المعداوي المجراطي في كتاب أو في الدراسة النقدية ظاهرة شعر الحديد لأنه يمكن أن نستعين بهذه المعطيات في مناقشة التجاه الوجداني صحيح أن التجاه الوجداني أتى ليجدد ولكنه وجد نفسه مرتبطا بالدات وجد نفسه منطويا منعزلا عن الواقع الذي أراد أن يعود إليه بعد أن هجره رواد البعث والإحياء لذلك يمكن أن نناقش الاتجاه الوجداني باتجاه البعث والإحياء انطلاقا مما قدمه أحمد مهدوه المجراطي وانطلاقا من المقرؤ باستحضار طبعا أفكار وقضايا متعددة مختلفة لعل أبرزها طبعا هل فعلا يمكن أن نقول بأن هذا التيار الشعري الذي هو التيار الوجداني جدد في القصيدة العربية الحديثة أم أنه كان مجرد جسر نحو التجديد وهذا يمكن أن نأكده حتى مع أحمد مهدوه المنجراط عندما يقول نحو مضمون نحو شكل جديد أو المضمون الداتي نحو شكل جديد أي أننا نحن في الطريق إلى شكل جديد وبالتالي هذا مرتبط فقط بالمناقشة على سبيل التذكير لأنه غير مطلوب في النص بين أيديكم ولكن نذكر به وفي ختام هذا طبعا التحليل وهذه الحصة وجه عنايتكم طبعا إلى ضرورة التلكيز في القراءة وفي تتبع مختلف مستويات وفي تتبع المطلوب من السؤال وشكرا جزيلا لكم وعلى حسن انتباهكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة